قبل واثناء وبعد احتلال فلسطين ارتكبت العصابات السهيونية الكثير من المجازر بحق الفلسطينيين تمهيدا لإعلان إقامة دولة إسرائيل مما اضطر أكثر من 600 ألف فلسطيني بين عامي 1947 و 1949 إلى الخروج من مدنهم وقراهم في فلسطين المحتلة إلى مخيمات أقيمت فيما تبقى من فلسطين أو في دول الجوار وفي الثامن من ديسمبر عام 1949 وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتعمل كوكالة مخصصة المهام ومؤقتة تتجدد ولايتها كل ثلاث سنوات حتى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وكالة الغوث والتشغيل أحصت اللاجئين الفلسطينيين في عام 1950 وبلغ عددهم 711 الفلاجئ التعريف الدولي للاجئين الفلسطينيين يشمل الذين هجروا من بلادهم ونسلهم وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عددهم 5 ملايين و200 الفلاجئ اللاجئون الذين تتحمل وكالة الغوث المسئولية عنهم موزعون على 67 مخيما في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان ويتم تمويل الأنروا من تبرعات طوعية من الدول المانحة وأكبر المانحين لها الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد وبعض دول الخليج العربي والدول الإسكندنافية واليابان وكندا وتشمل الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين برامج التعليم والصحة والخدمات التشغيلية والإغاثة والخدمات الاجتماعية